اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسمي حميد عيسي عقوب من اهالي الحد انا صدوني دوريات قطر في حدود البحرين خمسة ميال داخل حدود البحرين مياه القليمية البحرينية شمالي بالخرب تعتبر مياه قليمية دولية مبقطرية وودوني داخل قطر عشرة ميال بتهديد الاسلاح وحول شخص واحد عندي في الطرات قال له ما وقفت والله رميناك وخذوني وودوني رويس ولما وصلت رويس يا ابوهم يا ابوهم يا ابوهم يا ابوهم شنهو احنا مبدو الخليج مبحسب الجيارة ذي مبجران احنا واهل اهلنا في قطر وهالقطر اهلهم في البحرين وين صارت هذه وخذوني وودوني يحققوني من الصبح ليه المغرب على شنه بحاحير انترزق الله عندي ولد معاق معاق صايدة جلطة وعالجه وعقب ثلاثة ايام ودوني النيابة واكلم هناك ما للنيابة اقول له انا في حدود البحرين قال لي اسكت قلت له عندي ولد معاق ما قدر انا تم رخصوني ولد مريض واروح اعالجه على كل وقت ما احترموني قطروني في السجن وهالبحرين عندهم ما يعتبرونهم بشي قطروني في السجن معاي الزاني معاي القاتل معاي اللي يشرب الحشيش والمخدرات كل الاجناس وياه يمكن في السجن ستين شخص والمعاملة سيئة وخلونا في السجن هناك لا اكل طيب ولا شي شهر اراود وعقب حكموني بخمسين الف ريال قطري هاي وين ايبه وحن نترزق الله على الله وعلى البحر كلمت اخوي وخذلي قرض وطرشه لي وليه ما زلت اسدده وفي قضية قبلها بعد بألف دينار مغرميني وين حسن السيرة والجيران يا مطلعهم مسائل نجزهم الله الف خير وحن اللي يقولون مسائل نحن وياهم لكنهم ما قصروا فينه ما قصروا فينه المسؤولين وخاصة ما الرويس مسؤول الرويس ما الخفر السواحل المحكمة تحكم حكم ثاني وهو يحكم ثاني المحكمة والنياب هناك تصدر امر فراج عنه وعن الطراد وهو ما يسوي فراج وهو يقول روحو والطراد احنا امر من عندني تم رفيجي خلو طراد سنتين سنتين الطراريد تم السنتين لما يتم الطراد بيتكسر المقاين مسؤول من قطعت وارزاقنا قطعت وارزاقنا يعني زين انتو يا المسؤولين راضين بهي شيء اللي يستوي مسؤولين قائد خفر السواحل ما القطر وهو بروح بنفسه اول مرة اهو اللي صيدني وقرموني الف الف دينار الف دينار قرموني اهو اياهم وهو اللي صيدني ويوم كلمت انا الا في الحدود وكل شيء ما رضي قال لا ورحوا لناس وترجوه قال مايفيد مايفيد يتم هذي شارد شنو شارد لول عندي مقاينة انا مية وخمسة عش شنو شارد ضراريدكم سريعة شنه الطيائر واحنا بحاحير البحاحير اللي مسكتوهم كلهم وحكمتو عليهم على الحكم واللي وقفتو طرارده حكمتو عليهم على خمسين الف وخمسة وعشرين وين هذي يا ابو كلهم بحاحير هل عندهم مخدرات تهريب عرفتوهم انه بحاحير ليش ترمون عليهم اللي قتلتو واللي كسرتو طراريدهم واللي دعمتوهم هذي جيران وين صارت خمسين الف ريال قطري قرمتوني يعني هذي انتوا شايفيني يعني عدلة يعني احنا وين نهيب احنا وين نهيب هذه الرصي كاها هذا الرصي ممكن عندكم هاي ختمكم خمسين الف ريال قطري خمسين الف ريال قطري وين هيب هذي احدودن ما بتقطعون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق وانتوا قطعتوا رزقنا وانتوا ما زلتوا ما زلتوا اتصلون واتيودون لمتا هذي الشي لمتا احنا بحاحير خافوا من الله خافوا من الله حسبي الله ونعم الوكيل هاي اللي أقول أنا على اللي سويته فيني والدي معاقى أعالجه أعالجه ودي الدختر قتلكم ولا بهديني والدي مصد مريض